اشتركوا في القناة وليها باع كبير في محاربة الفساد وان تقليل الفساد هيكون بزيادة التعامل الرقمي او التعامل مع المكان وتقليل التعامل البشري الرسالة دي مهمة جدا وفارقة جدا في حياة مصر لان طبعا احنا عانينا سنين كتيرة ولسه بنعاني شوية من البيروقراطية اهميتها ايه؟ خلينا نتفق ان النهار ده 7 سبتمبر هو اول يوم يتم فيه تطبيق الدفع الالكتروني في المؤسسات الحكومية بشكل واسع يعني خلاص الحكومة كانت عايزة تعمل ده من اكتر من 7-8 شهور تقريبا يعني في 2020 لكن ما كانتش تقدر تعمل ده لان البنية التحتية ما كانتش جاهز النهار ده 7 سبتمبر هو بداية التطبيق الكل لكل الناس ان هما لازم يطبقوا فكرة الشمول المالي والدفع الالكتروني خلي بالنا ان الدفع الالكتروني هو جزء من الشمول المالي لان الشمول المالي معناه الكبير معناه ان انا كل خدمات البنك متوفرة لكل فئات المجتمع انا اقدر اودع انا اقدر اخد قرد انا اقدر يبقى لي حسابات انا اقدر اعمل حساب اقتماني انا اقدر اعمل حاجات كتيرة ده الشمول المالي الشمول المالي كمان يشمل ان الدولة كلها بمؤسستها بافرادها بمنظماتها كلهم بيتعاملوا من خلال منظومة الكل شهل فيها كله لاننا برضو عيشنا سنين الاقتصاد غير المرئي في الدولة بيقدر ب40 ل50% تقريبا واحيانا كان بيوصل 60% في بعض التقديرات يعني فيه 60% بيقولوا احنا ما معناش فلوس لكن فيه 60% بيمتلكوا جزء كبير قوي من اقتصاد البلد صح والله انا غلطانا طيب اذا احنا محتاجين نشوف المواطن المخفي ببساطة وكلمة المخفي دي مش كلمة عيب ولا شتيمة مستدر يعني المخفي يعني اللي مش متشاف المواطن اللي مش متشاف عايز يتشاف ليه هل بس علشان يدفع اللي عليه والدولة تأخذ منه وتبقى فلوسه دخلة في منظومة البنوك لا ده انا علشان اعرف انا عايزة كم مدرسة وكم مستشفى وكم طريق واتوسع في مدن قد ايه واستورد بقد ايه حاجات كتيرة تتحسب على اساس عادة المواطنين لما كنت تسألي ناس كتيرة قوي قبل 2011 واحنا بنخطط على اساس ايه فكان يقولولك بالمتوسط بالويم بالمتوسط خليها بالمتوسط لكن دلوقتي انتي بتشتغلي على قواعد بيانات حقيقية بتشتغلي على ارقام حقيقية واحنا كلنا محتاجين ده المواطن حيستفيد والدولة حتستفيد طيب فيه رسالة تانية الحقيقة بتخص بقى اي بيت مصري ياما مرينا بتجربة كلنا اكيد يعني مفيش بيت مصري عد عليها ان احنا نجيب اي حاجة كده يعني تدعي او تقول انها مستوردة وتشتغل معنا اسبوع او شهر وفي الاخر خلاص كده كل سنة انتقلت طيب النهاردة الرئيس بيقول ان في معايير ان احنا مش هنستورد حاجة غير ما تكون في معايير زي الدول المتقدمة اللي بتعملها دول الاوروبية بيبقى فيه معايير معينة اشتراطات ان ماينفعش اي حاجة تدخل مصر كده على اساس ان الشعب بيقبل اي حاجة ده هميته ايه برضو يمكن ده انا افهمه كمواطن من خلال معايير الجمالك الجديدة اللي تم الاعلان عنها وانه لن يسمح بالاستيراد غير باطار هذه المنظومة الجمركية ممكن لان ده معناه الرئيس قاله خلي بالك احنا كنا دايما نعيب مثلا على بعض السلع من دولة ما او من دول ما ونقول ما هي الدولة دي احنا اللي كنا بنروح نجيب الوحش والمواطن هو اللي بيتحمل ده وبياخد الحاجة الرخيصة هو السؤال هنا بس التاجر اللي بيروح يجيب الحاجات دي اللي هو المصري بيكسب اضعاف اضعاف الله ينور عليك بس هو اللي بيروح يجيب وكان بيسمح بدخول هذه البضايا طبعا ده فساد على فكرة ده فساد مشترك معه بالضبط مو ده اللي باتكلم فيه ده حقيقي بس هو السؤال النهاردة هل احنا هيبقى عندنا منظومة حقيقية تقدر تقول البضاعة دي فسدة والبضاعة دي مش فسدة البضاعة دي تصلح انها تعيش والمواطن يدفع فيها تمن والبضاعة دي ما يدفعش فيها تمن ده كمان محتاج مش بس انظمة جمركية وقوانين لكن ده كمان محتاج معايير جودة واعداد مواطن لان المواطن اصلي كلمة مواطن دي كلمة الناس عاد تفتكرها ان هي ده المواطن اللي طول الوقت هو يا حرام واقع تحت لا ده هو كمان المواطن الموظف والمواطن الدكتور والمواطن المزيع والمواطن الصحفي والمواطن المصور والمواطن المخرج والمواطن الفلاح والمواطن ده في كل حتة مع اختلاف المهن اللي بيمتهينها طب المواطن بقى الموظف في الجمارك هل هو كمان حيرعي ربنا في هذه المعايير من الجودة ولا حيختم أي شهادة ويدربها وخلاص هي بقى هنا الحقيقة الدولة محتاجة إنها تحط المعايير وتطور البني أدمين ونظم الرقابة عليهم والرقابة عليهم ما تبقاش بس من رقابة خارج المنظومة المؤسسية أو المكان اللي بيتم فيه الشغل زي مثلا الرقابة الإدارية عندنا بالرقابة على الموظفين لا ده إحنا محتاجين رقابة داخلية جوى المؤسسات فيبقى فيه تقييم مستمر لعملية الأداء الموظفي علشان أعرف هو ماشي على المعايير اللي الدولة حطها ولا إحنا حطينا القوانين صح وعملنا التطوير المعرفي صح وعملنا التطوير المؤسسي صح والمواطن لسه زي ما هو معندوش ضمير مش معندوش ضمير بيبرر لنفسه دايماً أي حاجة بتكسب معندوش ضمير عندو ضمير فتح الدرج ضمير مستاتر طب لو إحنا بنتكلم على موضوع فارق جداً بقى الحقيقة في ثقافتنا احنا ودي من المكاسب اللي موجودة في ثقافة المجتمع المصري الحي إن برضو لو حضرتك دخلتي أي بيت بيبقى عندو سلوك العمل الخيري أنا مش عايزة أقدي مثال بس أقولك إيه؟ يعني في بعض النمزج الدرامية اللي إحنا كنا بنشوفها كان حرامي ويتصدق عشان ربنا يبريك له في الأقل هو شايف كده؟ يطلع المصورة بيقول استرها معنا يا رب فالفكرة كلها إن العمل الخيري ده موجود في البيوت المصرية ومصر ليها باع تاريخي كبير جداً في العمل المؤسسي الخيري بشكل كبير في تطوع بندقي إن ما شاء الله الشباب تطوع في كل حد يوم الحد اللي فات كان احتفالية أبواب الخير والرئيس يمكن اتكلم في الموضوع ده حقيقة أنا عايزة أتكلم مع حضرتك في فكرة الباع بقى الخيري والتطوعي في مصر قد إيه بيفرق معها بشكل كبير سواء كان من الشعب أو سواء كان من الدولة وعايزة أقولك برضا مش عايزة ندخل في قصة دينية بس بركة الحياة يعني العمل الخيري ده بركة الحياة دايما إيه بقى؟ طيب مصر خلييني أقولك شوية حاجات يعني ممكن اختلف معاك فيها بقى في اللي انت قلتين هتكتشفي بالأرقام أنا محبب اختلف لا هو الحقيقة أنا موافقكي جداً في الجزئية الخاصة أن مصر لها تاريخ طويل في العمل التطوعي جامعة القاهرة كان عمل تطوعي صح الهلال الأحمر كان عمل تطوعي المبرات فاكر المبرات محمد علي اللي هي المستشفى ده كان عمال تطوعي المصريين كانوا بيعملوا العمل التطوعي اللي هي الطبقة الاجتماعية اللي كانوا بيقولوا عليها الأرستقراطية أولاد البهوات والبشرات والآ ليه لأن ده كان جزء من الشكل الاجتماعي اللي هم عايشين فيه وممكن برضو أنا معرفش نياتهم إيه ساعتها ممكن كان ده يبقى نابع بالخير اللي جواهم وعايزين الحقيقة يعوضوا المجتمع اللي ناقص فيه لكن للأسف وفقاً لتقرير الأمم المتحدة التطوعي الصدر 2018 ده آخر تقرير طلع يعني تقريباً من ثلاث سنين نسب اللي بيمرسوا عمل تطوعي في العالم العربي لا تتجاوز 9 مليون بني آدم العالم العربي كله إحنا 300 مليون صح؟ طيب هذه أول هام طب ومصر قالوا أن مصر الحقيقة الرقم بتاعها يتراوح ما بين 1.8 من 10 مليون لـ 2 مليون التقارير المصرية يعني الأبحاث والاستبيانات المصرية بتقول لا إحنا 3 مليون لا أنا هقول إحنا 5 مليون بيمرسوا العمل التطوعي في مصر أصبوك ما يكونش مسجل أكيد ما أنا هقول لك أول إذا الأمم المتحدة بتقول من 1.8 من 10 إلى 2 مليون إذا إحنا بنقول زي بحث كتأستاذ أماني الطويل عملته في 2018 بعد تقرير الأمم المتحدة فقيت لا إحنا 3 مليون فلا أنا هقول إحنا 5 مليون أنا هقول إحنا 110 مليون فالحقيقة العدد مازال بسيط لأن إحنا محتاجين أن أخلي ثقافة التطوع هي ثقافة موجودة مش بس بالفلوس ده تبقى بالفلوس والمجهود والمادة والوقت وكل حاجة ما تبقاش قاصرة على فئة الشباب ده أنا عايزة ست البيت اللي قاعدة وعندها وقت فاضي لا أنا عايزة تنزل طب أنا مقدرش أروح مكان بعيد ومؤسسة بعيدة طب أشوف الدنيا حوالي أخبارها إيه أساعد اللي حوالي فكرة العمل التطوعي طول الوقت مقترنة بمؤسسات ضخمة إحنا بنبرع لها أنا ببرعت الحمد لله فأنا كده عملت دايما فعلا عمل التطوعي مرتبط بفلوس ده صحيح لكن معنويا لا هل ابرعنا بوقتنا طب هل شفت حد مثلا هقولك على مثال بسيط لو في حد في العمارة مسن أو طلع معاش لكن بيجيد اللغة أو هو محاسب شاطر أو كان مدرس شاطر ولم ولاد العمارة يدرس لهم علشان ما يروحوش ياخدوا دروس خصوصية ويساعد الضعيش منهم ده عمل تطوعي لو إحنا عندنا أزمة في الشارع في تنظيم الشارع أو في أزمة الزبالة مثلا أو أي حاجة وحلناها من خلالنا إحنا ده عمل تطوعي عارف أنا نفسي في إيه آية ومن غير يعني حفظة للألقاب وإنتي مقامت كبيرة عندي عارف على رأسي عارف أنا نفسي في إيه نفسي مثلا مؤسسة وزارة التربية والتعليم تحط كده في كل محافظة إيه المدارس اللي محتاجة تطوير وتقول الأهالي كل حي هذه المدارس اللي محتاجة تطوير معنا فيبقى الولاد في المدرسة مع أهاليهم مع ناس من يعني كانت تنتمي لهذا الحي يقولوا ياه يلا بينا إحنا حنساعد على فكرة ده حصل في حياة كريمة مش حارتك سفيرة أيوة أيوة ده حصل في حياة كريمة عن طريق إيه؟ عن طريق الدولة لما قررت إن إحنا محتاجين كلنا نشارك في ده لكن ما تعملش على مستوى أصغر شوي اللي هو مستوى الحي ومش مستوى المدينة مش مستوى المدينة والكفر والنجع والقرية لأ أنا عايزة مستوى الحي والشارع زي أنت ما قلت فإحنا نقدر نعمل ومش لازم الأحياء والشوارع والقرى اللي هي محتاجة الحياة الكريمة إحنا مصر محتاجة طول الوقت إنها تشتغل إنتي عارفة إن جامعة هارفرد أجمل وأجدع جامعة في العالم هي قائمة على التبرعات والعمل التطوعي يعني إذن هذه الثقافة في كل العالم موجودة فكرة كمان إن العطاء ده بيفرق قوي قوي في نفسيتك يعني في ناس كتيرة بتقول طب أنا أجيب وقت منين ده أنا أصلا وقتي بالعافية وولادي وكده ما يعرفوش إن من الحاجات اللي أنا بسميها سحر النفس إن أنت يما بتسعدي حد سبحان الله بيبقى فيه تأثير معنوي إيجابي وطاقة غريبة جدا جات للجوة نفسك فده برضو ممكن ناس كتيرا ما تعرفوش أو واخد انطباع إن لا أنا ما عنديش وقت وما عنديش طاقة أنا على طول متعصبة وعلى طول متترفيزة مش هراقي طاقة وهطلع الطاقة الصلبية على الناس ما عرفوش إن العطاء ومساعدة الآخر ده بيفرق كتير قوي 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 في نفسيتك بصي أنت لو ما أدتيش في حياتك مش تعرفي تأخدي لأ في ناس بتاخد ما بتديش ده موضوع تاني بقى أكيد يا بس أنا عايز أقولك الحقيقة اللي باقي مننا هو العطاء لأن على قد ما بتدي في الدنيا سواء لناس تعرفيهم أو ناس ما تعرفيهمش إديتي وقت إديتي مجهود إديتي فلوس إديتي صحة إديتي عطف إديتي اهتمام بمشكلة حد تديد حل الحقيقة ده بيفرق مع الناس كتير قوي ده بيخليكي إنتي في الحياة بتبقي ماشية وإنتي حاسة إنك ماشية في بركة الله كده أيها بالزبط إنتي مستورة بحاجة هو جعلك سبب فيها إنها تبقى فكة قرب بني آدم أو فكة ديئة بني آدم فإنتي ماشية في ستر هذا العطاء صح والله ده مش كلامي والله ده حقيقة ساعات تبقي في أزمة الكل مدرك إنك مش تخرجي منها وتلاقي الحل بفجأة بس تخرجي منها لإنك الحقيقة كنت سبب في حل أزمة ناس تانية هي كمان كانت تظن إن مفيش مخرج الأهم من كل ده أنا مناية وقلبي يعني إن الناس تعرف إن لو ربنا جعلنا سبب لحل أزمة أي بني آدم في الحياة أرجوكم امسكوا في ده واحمدوا ربنا عليه وادعوه إنه يستمر لإنه هو ربنا قادر إنه يستخدم حد تاني ده رزق فده رزق إليك إنت لإن المستفيد مش اللي إنت بتديله المستفيد إنت لإنك إنت بتاخد الحقيقة وبتثبت إنك نجحت في امتحان لما جاءت لك فرصة إنك تساعد حد غيرك فياريت تبقى ثقافة التطوع وثقافة العطاء موجودة في الأحياء والشوارع والمدارس والجامعات موجودة على أي عند أي إنسان أنت يعرف إحنا عندنا 22 مليون طالب صح في الصيف بيعملوا إيه أو ده سؤال بقى لوزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب ووزارة التعليم العائل 22 مليون طالب في الصيف قاعدين بيعملوا إيه أخبار الجامعات إيه أخبار قاعات الدروس إيه أخبار المدارس إيه ده أنا لما اتكلمتش على الشوارع أنا اتكلمت على المكان اللي هم بيتعلموا فيه أخبار مراكز الشباب إيه خاصة كمان وده اللي هاختم بيه مع حضرتك إن ده مرحلة تأسيس الشخصية هو ده عشان ده هيفرق معايا كتير قوي في المستعدة نحقول حاجة سريعة معليش أنا عارفة من الوقت ده أوباما إيه اللي ميز أوباما لما جي يترشح لعضوية مجلس النوابي الكونجرس في سنة 96 اللي بيزه العمل التطوعي فتخيلوا إن ده اللي بيفرق شخصية بني آدم عن بني آدم النهاردة لما بتروح تتوظف في مكان بيقولولك بتمارسوا فوقتك إيه خبراتك المجتمعية إيه خبراتك إيه وعتفتكر إن أنت جايب بالدرجات عالية وإن أنت بتشتغل كويس وإن أنت هارد ووركر زي ما بتقوله في السيفي بتاعك وفي التيم وورك مش عارف إيه هو ده المهم لا 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 أنت بتعمل إيه في الحياة دايما الحديث مع حضرتك مختلف ولي طابع كده خاص جدا دايما دلوقت معاك بيخلص بسرعة جدا أستاذة ناشوة الحوفي الكتابة الصحفية اتشرفت بحضرتك وطبعا بشكر حضرتك ومشاهدين أكرام فيه متابعة حلقة النهاردة تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أي عبد الرحمن أشوفكم على خير بكرة ترجمة نانسي قنقر